طيب شوف البنوتة اي حجازي اللي كانت مسجونة انا مش اكلمكم على سلخانة العبور اسم العبور اعضاء النيابة اللي عاملين فيها موزيعين العدو اللي كرشو طالع برة وكيل النيابة امن الدولة اللي كرشو قد كده من الحرام كان مفروض يروح اسم العبور يتفرج على السلخانة بتاعت اسم العروم لكن الراجل جاي اشتغل موزيع جاي اعمل فيها مفيد فوزي ويقوله الكاميرا قربي قرب عشان بس الناس يسمعوا الصوت انما بص البنت النظيفة اي حجازي اللي اتحجزت هنا وخرجت غصب عن بصهم بتقول ايه قتل مرتين الفرق بين قتلين عندما قتل الرئيس السابق مرسي اهملا في السجن تواصلت مع صحف عالمية رد علي المحررين برد مرعب لقد كتبنا عنه مرة ولا ننوي متابعة الامر اكثر من ذلك ثم تواصلت مع مقاررة الامر المتحدة القتل العشوائي والخارج لاطار القانون والناشطة الحقية السيدة كلمار كناشطة توم بعملها اهتمت كثيرا بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته كنت سأواصل عمل من اجل التحقيق في موته واخذ حقه الا انني تراجعت وتنحيت جانبا بعدما تعاملت مع بعض ممن حوله ووجدت منهم سلوكا لا يوصف الا بالاستهتار ان احسنت الظن او شره للجاه والمصالح ان اسأته مرت شهور على موته ونسيه العالم او العالم يعني ربما سوى السيدة كلمارد التي صدقت وعدها وجاءت بتقرير من الامتحدة ليذكر بوفاته ويعلن انه على الارجح قتل عشوائيا باقل تقدير لكن التقرير لم يأتي بصدن يذكر فلم يهتم بالخبر سوى نشطاء وصحف متشرزمين يعني عايزة تقول يعني انها مجموعة صحف بسيطة بس اللي كلمت على التقرير بتاعة كلمارد ده اللي قالته فبتقول بتكمل بتقول اتى على ذهني مباشرة مقتل جمال خاشغي الذي لم تتوانى الصحف العالمية عن الكتاب عنه مع العلم رغما انه كما الرئيس السابق مرسي لم يكن دائما نبراسة للحرية فقد كان مع الاسلام السياسي طارة ومع النظام السعودي طارة والى يومنا هذا ووصولا لسنوية مقتله مقتله الشهر الماضي قامت الواشنطن بوست بنشر حزمة من المقالات عنه اولا لفجاجة مقتله وثانيا اكراما وثأرا لذميل عمل معها وكان جذءا منها بينما ذهب الرئيس السابق طين النسيان جمال ومن حوله عارفوا كيف يتواصلوا مع العالم في حياته ويسوقوا قضيته بعد مقتله بينما لم يعرف الرئيس السابق ولا من حوله فعل ذلك لا اثناء حكمه ولا في محبسه ولا بعد مقتله فوقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه طارة وضحية جهل ومطامع من حوله ومن يؤيدونه طارة فلم تكن النتيجة سوى انه قتل مرتين هو طبعا انا انا مش مع اي حجازي في المقارنة الفرق كبير جدا بين مقتل الدكتور مرسي مرسي ومقتل جمال خاشغري اولا جمال خاشغري رحم الله رحم الله الاثنين يعني نحسبهم شهداء ان شاء الله لكن جمال خاشغري كان فيه ساسبينز فيه واحد اختفى ودولة بتنكر ودولة بتدعي وتسريبات فيلمية ومش عارف ايه يعني كان فيه مسلسل رعب كده واصارة هز العالم يعني المراحل دي عملت في مقتل جمال اضافة للقت البشع اللي تم بيه يعني عملت له زخم لكن مقتل الدكتور مرسي اه تم في لحظات عشرين دي ايه كان الدكتور مرسي خلص و يعني الفرق يعني مش يعني مفعش نسوي بين المشاريع لكن الدكتور مرسي قتل مرتين فعلا يعني هو قتل مرتين مرة داخل المحبس بالطريقة دي ومرة من بعض مؤيدينه ودي الحقيقة المرة اللي لازم نعترف بيها زي ما هي وصفت كده انا متفق معها في الوصف ده جدا لان كتير 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 تاجروا بالدكتور مرسي كتير كتير ودي لازم نعترف بيها كتير من الناس اللي يعني كانت بتاجر بالدكتور مرسي وحتى الان فيه ناس بتاجر من رحم الله الدكتور مرسي يا أستاذة آية لكن أي أن كان أنت ما بتحبيش الإسلام السياسي أو بتحبيه أو بتتهم الدكتور مرسي أو بتقول عليه أنه كان مع الإسلام السياسي أو كان ضد الحرية هي بتقول لم يكن برأسها للحرية ده رأيي كنت حرة فيه ولن نحجل عليكي لكن في النهاية لتنين ضحية حكم نازي فاشي ديكتاتوري طاغي سواء كان عسكري أو كان